السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بسمعني معكم من أستاذ الصفاء من قناة تي تيوك لا تسمعنا الأول مرة راجع الفيديو لا ينسى تشتركوا فعلنا الجرس اليوم بإذن الله تعبير عن سعارة المر في عطائه تعبير عن العطاء أنواع العطاء وهميته وأثره وكمان مقدمة وخاتمة يسمى الإنسان في الحياة بقدر ما يعطيه فيجني من عطائه السعادة والطمأنية دي المقدمة مقدمة العرضة تركبياد وللعطاء أنواع كثيرة حذكر أنواع العطاء فتبسمك في وجه الآخرين عطاء يمنح شعورا متبادلا بالأمن والسكينة وعطفك على العطاء عفوا وعطفك على الطعفاء عطاء ترفع به ماتهم وثقتهم بأنفسهم وحرسك على الممتلكات العامة في بلدك عطاء يغرز في نفسك أن تكون مواطنا صالحا يتحمل المسئولية ويصفم في بناء الوطن والدفاع عنه وأجمل العطاء وأجمل العطاء ما كان صادقا نابعا من القلب بعيدا عن الأنانية وتحقيق مصلحة شخصية محققا المحبة وقضاء الحاجات إن المواطنين الذين يفهمون حقيقة معنى العطاء تجدهم مقبلين على بذل معظم الجهودين وتسخرها في سبيل في سبيل رفع الغبن عن الضعفاء والفقراء لذلك تراهم أسعد الناس على وجه الأرض وضع نقطة الخاتمة نصيحة بنصح وشاهد بتعنا في الخاتمة والضفط الشاهد في الخاتمة العطاء من الفضاء الإنسانية يحقق التماسك وينشر البركة والخير والسعادة وبه ننال الثواب العظيم فلنحرس على العطاء ونكون عونا لبعضنا البعض نقط قيلة كلما أعطيت بلا مقابل كلما رزقت بلا توقع أضع نقطة التعبير يبدأ ببيض ينتهي ونقطة مقدمة أترك فارغة العرض أترك فارغة وبيض مسافة كلمة الخاتمة أيضا نترك فارغة مسافة كلمة ديت الخاتمة نلتزم بعلمات الترقيم الفاصلات بين الجملة والأخرى فاصلة نقطة في نهاية المقدمة كل فقرة جيدة نترك فارغة وفاصلات عند القول قال قلت يقول نضع نقطتين الشاهد نضعه بين المززوجين وغيرها من علامات الترقيم العناصر إذا أردتم العناصر ماذا كتبنا في الموضوع العناصر طبعا بنكتب العناصر قبل كتابة الموضوع مقدمة رقم واحد دائما بتكون مقدمة اثنان أنواع العطاء في بداية العرض أنواع العطاء للعطاء أنواع كثيرة ذكرتها يعني تبسم في الوجه الآخرين العطف على الضعفاء الحرص على الممتلكات العامة دي كلها أنواع العطاء ثلاثة شروط العطاء رقم ثلاثة شروط العطاء لدينا شروط العطاء أن يكون صادقا نبعا من القلب بعيدا عن الأنانية وتحقيق المصلحة الشخصية يحقق هنا المحبة وقضاء الحاجات دي كلها دي شروط العطاء وأهمية العطاء ذكرناها برضو في العرض ينشر الأمن والسكينة نرفع الهمام وكمان يغرس في النفس يغرس في نفس الإنسان بأن يكون مواطنا صالح نتحمل المسؤولية يسهم في بناء الوطن والدفاع عنه يرفع الغبن عن الضعفاء والفقراء وفي الخاتمة أيضا ذكرنا بعض أو تكملة أهمية العطاء يحقق التماسك وينشر البركة والخير والسعادة لنال الثواب العظيم تكملتها في الخاتمة عندينا جزيلا لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دعم لنا نستمر في نشر المزيد ان شاء الله في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة